عام 2018 شهد عددا من التقلبات والتحولات الحادة في العلاقات الدولية شبحوا عودة للحرب الباردة صبغ مشهد العلاقات الروسية الغربية بينما دخل العملاقان الأمريكي والصيني في حرب رسوم تجارية تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي فيما يواجه الاتحاد الأوروبي سؤالا مصيريا حول مستقبل مشروع الاتحاد بعد الانسحاب البريطاني الذي أثار جدلا في القارة العجوز وخلافا سياسيا منقساما اجتماعيا داخل المجتمع البريطاني ترافقت هذه التطورات مع استمرار صعود التيارات اليمينية والشعبوية في غير بلد أحداث وأزمات طبعت اتجاه العلاقات السياسية والاقتصادية حول العالم بطابع سلبي في مجمله يثير تساؤلات حول اتجاهات وتداعيات هذه الأزمات خلال عام 2019 أرحب في هذه الحلقة بضيوفنا من لندن الدكتور يوسف طاها المحلل السياسي ومن موسكو الدكتورة إلينا سابونينا مستشارة معهد الدراسات الاستراتيجية بموسكو ومن واشنطن الدكتور عماد عبدالهادي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نبدأ الحوار بعد فاصل قصير فابقوا معنا اشتركوا في القناة اهلا بكم جددا إلى هذه الحلقة من ملف الأسبوع التي نستعرض فيها أهم الأحداث السياسية على الساحة الدولية التي طبعت عام 2018 وتأثيراته المتوقعة على العام المقبل ونبدأ موضوعنا في هذه الحلقة عن الجدل العاصف حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المستمر في بريطانيا إذ تنتظر الحكومة البريطانية خيارات صعبة خلال الأسابيع القادمة في حال رفض البرلمان اعتماد الاتفاق من بينها الخروج من التكتل الأوروبي دون اتفاق وأبدأ مع ضيفي من لندن الدكتور عماد دكتور أو أستاذ يوسف عفوا يوسف طه من لندن وسط هذا الجدل الكبير في بريطانيا ماذا عن حل وسط يجمع المؤيدين والمعارضين لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي قبيل التصويت المقرر في البرلمان تم طرح عدة حلول منها حلول وسط ولكن عندما ننظر إلى نتيجة الاستفتاء الذي أجريه في شهر يونيو حزيران عام 2016 كانت نتيجته للخروج من الاتحاد الأوروبي بتصويت بنسبة 51% و18% للخروج من الاتحاد الأوروبي وعليه يطالب هؤلاء بالخروج التام من الاتحاد الأوروبي وبحيث يكون لبريطانيا أي تعاملات بالاسلوب الحالي مع الاتحاد الأوروبي وبالتالي سيتم وضع حدود في المعاملات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ويمكن لبريطانيا إجراء اتفاقات تجارية مع دول أخرى ولكن هذه الاتفاقات لن تسري قبل الأول من شهر يناير عام 2021 ولكن نرى في بريطانيا أن الحزب المعارضة الرئيسي حزب الأمال يطالب بالخروج ولكنه رافض للاتفاق المؤقتة التي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريسا ماي مع الاتحاد الأوروبي ونرى أيضا أن في حزبها حزب المحافظين الحاكم هناك أعضاء كثيرون من حزبها رافضوا لخطة الخروج التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي ورأينا الأسبوع الماضي إجراء طرح اقتراع على سحب الثقة منها داخل حزبها حزب المحافظين ولكنها نجت منه بالنسبة 200 صوت مقابل 117 وهذا يدل على أن أكثر من ثلث أعضاء حزبها الحاكم رافضون لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي وافقت هي عليها نعم تحدث أستاذ يوسف عن إجراءات أو اتفاقات بريطانية أحادية ستبدأ فيها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي إذن هل من الوارد أن تنسحب بريطانيا فعليا من الاتحاد دون اتفاق كما يطالب بعض السياسيين هذا وارد جدا الآن حيث أن الحزب العمال حزب المعارض الرئيسي رافض للخطة الحالية وهناك تقريبا ثلث أعضاء حزب المحافظين الحاكم رافض لنفس الخطة التي توصلت إليها زعيمتهم مع الاتحاد الأوروبي وبالتالي من الوارد جدا الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ورأينا اليوم أن الاتحاد الأوروبي وضع خطة طوارئ للتعامل مع هذا الوضع لأنه حاليا صار من المرشح أن يحدث نعم دكتورة إلينا يعني انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هل يفتح الباب أمام انسحابات جديدة أم أن الاتحاد سيتجه بالفعل نحو مراجعة شاملة تمنع من تكرار ذلك أولا روسيا لديها مصلحة بأن تكون أربا قوية ورغم كل الشائعات حول تدخل روسيا في عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا ليس صحيح والرأي الاجتماعي الروسي حتى لا يسق بمثل هذه الشائعات والناس يضحكون بسببها يضحكون منها فروسيا هي تبيع نفطها إلى أربا فالاستقرار في هذه القارة مهم جدا بنسبة لموسكو فتكون بريطانيا في داخل الاتحاد أو خارجه هذا بنسبة لموسكو لا يشكل أمرا مهما أن روسيا على خلاف الإدارة الأمريكية التي رحبت بهذا الانسحاب نعم روسيا موقفها تقليديا محايد تجاه هذه العملية وهذا بالفعل خلافا مع موقف أمريكا والتفسير لذلك برأيي أن روسيا معنية بالاستقرار في أوروبا لأنها قريبة من حدود روسيا وأيضا أوروبا تشتري نفطا وغازا من روسيا أما أمريكا فمثل ما قال في زمانه من العام الأول لحلف الناتو لورد إسمي بنسبة لأمريكا أن تكون هي أمريكا قوية أما أوروبا ليست قوية بنفس الدرجة أما روسيا تكون خارج هذه التفاهمات الأوروبية الأمريكية نحن لحتى الآن نرى تنفيذ هذه استراتيجية من قبل أمريكا نعم دكتور عماد اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أثار جدل سياسي وانقسام مجتمعي عميق هل يمكن أن يتطور ذلك إلى تفكك المملكة المتحدة لا سيما مع وجود أصوات عالية في آيلندا الشمالية وسكوتلندا تتمسك بالبقاء في الاتحاد الأوروبي هذا وارد ولكن قبل أن نصل إلى هذه النقطة لابد أن يتم حسم مسألة الخروج هل هو خروج تام ونهائي هذا لا يبدو ممكنا في الوقت الحالي لأن الاتفاق المعتدل إذا جاز التعبير الذي توصلت إليه تريزا مي مرفوض من كلا الحزبين وفي حالة إجراء استفتاء آخر على مسألة البريكسيت وهو ما يطالب به كثيرون من السياسيين ومن الرأي العام البريطاني وهو ما تخشى رئيسة الحكومة تريزا مي يمكن أن يصوت البريطانيون بأغلبية في صالح البقاء وليس الخروج موقف حزب العمال على سبيل المثال حزب العمال أيضا يعاني من أذب أنه اختطف من قبل اليسار المتشدد الذي ينتمي إليه زعيم كوربين ومن ثم فهناك أغلبية داخل حزب العمال لا تحبز مسألة الخروج ولكن للأسف الشديد البريطانيون وقعوا الآن في معزق شديد جدا هناك تخوف من مسألة العالية الاستفتاء على أساس هذا فيه ما هو الحل لمسألة البريكسيت؟ هل الاستفتاء الجديد أمر وارد؟ الخروج بدون اتفاق إطلاقا سيؤدي إلى نتائج كارثية للاقتصاد البريطاني وكما أشارت ذلك قبل قليل الاتحاد الأوروبي يعد العدة لخروج بريطانيا على هذا النحو ولكن هذا سيطلوه تداعيات خطيرة جدا ليس أقلها إزاحة رئيسة الوزراء تريزا مي صحيح أنها نجت من اختراع الشقة لكن في حالة الخروج دون اتفاق سيكون لذلك تبعات اقتصادية مؤلمة جدا على الاقتصاد البريطاني وغير صحيح أن المملكة المتحدة تتصور أن بيسعيها أن تتصرف مرة أخرى كقوة عزمة وتبرم اتفاقات مع دول كثيرة من البديه أن بلد مثل الصين أو روسيا أو غيرها تفضل التعامل مع الاتحاد الأوروبي على التعامل مع بريطانيا وحدها وهذا أيضا ما أعلنه الرئيس السابق أوباما في خدم مسألة الاستداء على بريكسي الأستاذ يوسف حاول الأوروبيون جعل بريطانيا تدفع ثمن باهض من خلال الاتفاق الذي عرضوه على تيريزا مي وجعل لندن عبرة لمن يفكر في الانسحاب من الاتحاد ما رأيك؟ قال سيد يونكر أن هذا غير صحيح وأن الاتحاد الأوروبي لا يريد معاقبة بريطانيا ولكن من المعروف والمفهوم أيضا أن الاتحاد الأوروبي ضد فكرة أن تحذو دول أخرى أو أقاليم أخرى الاستقلال والخروج عن الاتحاد الأوروبي مثل إقليم كتالونيا في أسبانيا ورأينا العام الماضي عندما قام زعيم هذا الإقليم الكتالوني في أسبانيا بإجراء استفتاء فتحولت الحكومة المركزية في أسبانيا ضده وأرسلت قوات الشرطة والأمن من العاصمة مدريد إلى برشلونة للتخلص من هذا الاستفتاء والقضاء عليه ورأينا أيضا استفتاء اسكتلندا للانفصال عن بريطانيا وتم الترويج الشديد ضد انفصال اسكتلندا عن باقي بريطانيا ولهذا الاتحاد الأوروبي ليس لديه مصلحة أو رغبة في انفصال أقاليم أخرى والانسحاب من الاتحاد الأوروبي ولأنه نرى الآن أن الاتحاد الأوروبي نفسه وبريطانيا أيضا من ناحية أخرى كلاهما في موقف ضعيف فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهي قوة اقتصادية عظمى وليس بالضرورة قوة سياسية عظمى سيؤثر على اقتصاديات الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر على وضعها الاقتصادي والسياسي أيضا ما رأيك في المفارقة التي تتحدث عن ترحيب أمريكي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وطرف روسي محايد يتحدث عن تفضيل بقاء بريطانيا في الاتحاد ما رأيك رأينا عندما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلقاء بعض الملاحظات على خلوج بريطانيا من الاتحاد الربية وقال أن عدويتها في الاتحاد الربية غير منصفة لبريطانيا نفسها فردت عليه رئيس الوزراء البريطانية تيريسا ماي بمطالبته بمعنى صح بالسكوت والتوقف عن إلقاء مثل هذه الملاحظات عن علاقة بريطانيا بالاتحاد الربية إلا أن بريطانيا مصلحتها مع الاتحاد الربية أكثر منها مع الولايات المتحدة الأمريكية وترغب بريطانيا في إجراء اتفاق تجاري كبير للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة ولكن الرئيس ترامب قال أنه لم يأن أوان هذا الاتفاق حتى الآن ننتقل الآن إلى المحور الثاني من هذه الحلقة عن التساؤلات عن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا هل هي في اتجاه التهدئة أم المواجهة حيث شهدت العلاقة المعقدة دائما بين الولايات المتحدة وروسيا مزيد من التعقيد خلال هذا العام خلافات حول العديد من الملفات والأزمات الدولية من سوريا إلى أوكرانيا مرورا بالدور الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دكتورة إلينا إلى أين تتجه العلاقات الروسية الأمريكية؟ هل نتوقع مزيد من التوتر وظهور شكل من أشكال الحرب الباردة الجديدة بين القوتين؟ في عهد رئيس دونالد ترامب أي السؤال حول مستقبل أي علاقة تخص السياسة الخارجية الأمريكية ممكن أن يبقى مفتوحا لأن هذه الإدارة خصوصياتها أنها إدارة متناقضة وإدارة المفاجآت المتناقضة مثلا أمريكان بعد الأحيان والآن من جديد يقولون أنهم سينسحبون من سوريا ولكنهم فيما بعد يتراجعون عن قراراتهم السابقة فالوضوح الكامل هو حول سياسة روسيا في هذا اتجاه روسيا تريد أن تحافظ على علاقاتها مع أمريكا روسيا تريد تعزيز التعاون وروسيا ترى مجالات متعددة لهذا الشيء مثلا في سوريا مثلا في أفغانستان في موضوع مكافحة الإرهاب وإلى آخره فأنا منذ بداية أيام قد حضرت اجتماعا موصعا في وزارة الدفاع الروسية حول السياسة الروسية الخارجية وكان رئيس بوتين موجود ووزير الدفاع الشويغو كان موجود وهما تطرق إلى العلاقة مع أمريكا فرئيس بوتين كان واضح جدا وقال أن روسيا تريد التعاون مع أمريكا وستحاول ذلك ولكن للأسف دونالد ترامب الآن أعلن بأنه سينسحب من معاهدة السواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى فمعاهدة السواريخ هذه هي مهمة جدا لماذا أمريكا ينسحبون منها هذه الخطوة من قبل أمريكا هي غير إيجابية ولكن هناك سبب آخر للتوتر كما تعلمين هل نتوقع مواجهة بسبب أوكرانيا ماذا عن الدور الروسي المثير للجدل في أوكرانيا روسيا كانت مشاركة في اتفاقيات منسك حول التوصل للتسوية في أوكرانيا وروسيا ستستمر في هذه الجهود بالنسبة لشبه جزيرة القرمة فنعم موسكو تعتقد بأن الموضوع قد انتهى وهذه الأراضي هي جزء لا يتجزأ من روسيا على أقل شبه جزيرة القرم قد عادت إلى روسيا اعتمادا على نتائج الاستفتاء أنا لا أرى أي إمكانية بتراجع روسيا حول هذا الموقف أبدا ولا في المستقبل القريب ولا في المستقبل البعيد فروسيا تأمل بأن دول الغرب تغير من موقفها تجاه هذا الشيء نعم إذا كنا واقعيين أنا أستبعد ذلك قريبا ولكن هذا ما يمكن أن يكون عائقا لتطوير العلاقة في أوروبا مثلا روسيا نجحت بشكل أكثر أنا لا أقصد بريطانيا العلاقة مع بريطانيا هي أكثر تعقيدا ولكن دول مثل إيطالة ألمانيا فرنسا كلها تريد أن تستمر مع روسيا دكتور عماد على عكس علاقة ترامب التي تبدو جيدة مع بوتين هل هناك من يرى أن أطراف أمريكية تحاول توتير العلاقات مع موسكو تحت مضلة التحقيق في التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية لأسباب لها ربما علاقة بصراع الحزبي في الولايات المتحدة هذا صحيح أولا العلاقة الروسية الأمريكية رهينة الاحتراب الحزبي بين الديمقراطيين والجمهوريين الديمقراطيين يريدون أن يستخدموها دائما وأبدا كسيف مصلط على رقبة الجمهوريين والرئيس ترامب بشكل خاص لابتزازه سياسيا بقدر الإمكان ولتحقيق نقاط تسجيل نقاط ضد الجمهوريين ومن ثم قد يفيدهم هذا في الانتخابات كما أفادهم في انتخابات التجديد النصفي هم يتطلعون إلى انتخابات رئاسية 2020 هذه نقطة النقطة الأخرى الرئيس ترامب نفسه رهينة فيما يتعلق بهذه العلاقات السيف المصلط على رقبتي أو الشبهات التي تزعم أن هناك تواطئ ما أو كان هناك تواطئ ما بين حملة الانتخابية أو أعضاء فيها وبين روسيا حتى الآن تحقيقات مولر لم تثبت ذلك كل الاتهامات التي وجهت في المقام الأول لأولئك المقربين من الرئيس تتعلق بأشياء ومخالفات قانونية أخرى ليس من بينها التواطئ مع روسيا ثم أن فحوى هذه الانتقادات أو الاتهامات تدور حول نوع من التدخل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحاولة تأثير على الرأي العام هذا لا يعتبر بأي معيار إذن دكتورة إلينا كيف تواجه روسيا هذه الاتهامات الموجهة لها من قبل البلايات المتحدة فيما يخص الانتخابات روسيا دائما كانت تنفي هذا الشيء وروسيا ليس لديها مثل هذه الأمكانيات هل نستطيع أن نتصور أن أكبر اقتصاد العالم وهي أمريكا والدولة تعتبر نفسها أقوى دولة في العالم أيضا وهي أمريكا هل ممكن أن تتعرض لمثل هذا الهجوم الروسي روسيا نعم لديها بعض التكنولوجيات ولكن ليس لهذه الدرجة هل هناك صغرات في أمن أمريكا هل نستطيع أن نصدق بهذا الشيء في روسيا نحن نعتقد بأن هذه التهم هي نتيجة الخلافات الداخلية في أمريكا نفسها هي نتيجة انشقاق النخبة في أمريكا لأن الهجوم على دونالد ترامب نفسه هو هجوم قوي جدا وهناك شريحة كبيرة من أعضاء كونغرس يحلمون في إزاحة دونالد ترامب من منصبه فهذه التهم هي العلاقة بهذا الشيء ولكنها للأسف مضرة جدا للعلاقة ما بين البلدين واضح دكتورة هي دول نووية علينا أن لا ننسى ذلك نعم دكتور الأستاذ يوسف في لندن التمدد السياسي العسكري الروسي على الساحة الدولية يعود في جزء كبير منه ربما إلى سياسة الانكفاء الأمريكية ما رأيك؟ السياسة الأمريكية الخارجية خصوصا فيما يخص الشرق الأوسط تتميز بالتخبط وعدم وضوح الرؤية حتى الآن منذ وصول الرئيس ترامب إلى سدة الحب فرأينا كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الوضع في سوريا منذ عام 2011 منذ الدلاع الثورة والإدرابات هناك للتخلص من حكم الرئيس بشار الأسد فمثلا منذ بداية دقائق أعلنت الولايات المتحدة عن عزمها سحب قواتها من سوريا ولكن هل سيتم تنفيذ ذلك أم لا علينا أن ننتظر لنرى ما هذا سيحدث وللولايات المتحدة أيضا وضع متخبط فيما يخص بدول الشرق الأوسط الأخرى مثلا في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في وضع الديمقراطية في دول الشرق الأوسط التي كان دائما ينادي بها الرئيس الأمريكي السابق أوباما ولكن يبدو أن الرئيس ترامب تنازل أو تخلص عن هذا المطلب فنرى أن في دول الشرق الأوسط الأوضاع استمرت كما هي عليه ضد رغبات ومطالبات الولايات المتحدة السابقة نعم طيب لو تحدثنا عن دور حلف الناتو هل ضعف دور هذا الحلف في ظل عهد دونالد ترامب ومواجهة روسيا خاصة رأينا تحولا خطيرا في وضع الناتو منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحب فهو الآن يطالب دول أوروبا برفع مساهماتها المالية في حلف الناتو وقال أنه ليس من الصحيح أو المقبول أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية القسم الأكبر من فاتورة هذا الحلف وهذا أدى إلى ضعفه جزئيا من الناحية السياسية في العالم وخصوصا فيما يتعلق بروسيا فقام حلف الناتو بإرسال قوات وعمل مناورات لمواجهة أي هجوم أو غزو روسي منذ بضعة أيام كما رأينا ننتقل الآن إلى المحور الثالث عن الملف النووي الإيراني فقد انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الدولي مع إيران في شهر مايو الماضي وفرضت حزمة عقوبات جديدة وقاسية على طهران بحجة التهديد الذي تمثله برامجها النووية والصاروخية وكذلك دعمها للقلاقل في الشرق الأوسط نتحدث عن تطور الأزمة الأمريكية الإيرانية مع ضيفي من واشنطن الدكتور عماد هل يمكن أن تتطور الأزمة الأمريكية الإيرانية إلى مواجهة مسلحة خلال العام المقبل لا سيما مع دفع بعض حلفاء واشنطن بهذا الاتجاه هذا احتمال وارد ولكن ليس في الوقت الحالي أولا العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران من القوة بحيث أنها سوف تؤدي إلى نتائج كارثية على الداخل الإيراني وقد تدفع الشارع في مظاهرات واحتجاجات متجددة ضد النظام هذه النقطة النقطة الأخرى النظام لم يتخذ حتى الآن أي موقف يمكن أن يشير إلى استعداده للمهادنة أو للوصول إلى حل وسط ويرفض النظام على لسان معظم قياداته أي حوار مع الولايات المتحدة هناك أيضا تصريحات لوزير الخارجية بومبيو ولوزير الدفاع أيضا ماتس قال فيها بعد التجربة الساروخية الأخيرة لإيران أنه يبدو أن العقوبات لن تثني إيران ولن تثنيها عن مواصلة برنامجها للصواريخ الباليستية وكان هذا نوع من التهديد المبطل باحتمال اللجوء إلى خيار عسكري إذا لم ترعوا إيران وتتراجع عن استمرار تطوير هذا البرنامج فيما يتعلق بما أسميتيه أنت مسألة حجة الخطر الذي يمثله هذا البرنامج هذه أخطار حقيقية لا تنسي أن الولايات المتحدة لديها وجود عسكري مكثب في أكثر من دولة من دول الشرق الأوسط ومدايات هذه السواريخ الإيرانية لا تشكل تهديدا فقط على القوات الأمريكية ولكن على حلفائها أيضا من الدول العربية وبعضها يصل أيضا إلى الحلفاء الأوروبيين فهو تهديد حقيقي وليس مبالغا فيه أيضا هناك اتهامات أمريكية وأيضا مدعومة أمميا من أن إيران تدعم الحوثيين بصواريخ وأقامت الولايات المتحدة مؤخرا معرضا لهذه بقايا هذه الصواريخ ودعي إليه جميع الصحفيين الأمريكان وغيرهم إذن هناك مخاطر حقيقية ومخاوف لدى واشنطن من هذا البرنامج دكتور إلينا يراهن سياسيون أمريكيون على تأثير هذه العقوبات في هزات اقتصادية وإحداث اضطرابات داخل إيران تجبر ربما طهران على إعادة التفاوض ما رأيكي؟ روسيا انتقدت بكل صراحة الانسحاب الأمريكي من معاهدة إيران النووية وهذا شيء مؤسف جدا ما عمل دونالد ترامب لأنه دائما يفعل شيء معاكس ما فعله براك أوباما الرئيس الأمريكي السابق ولكن هذه الاتفاقية قد عمل عليها الجميع بما فيهم الصينيين وأوروبا وروسيا والآن كثير من الدول تحاول تخفيف التوتر الناتج عن هذا الانسحاب ونحن في موسكو نعلم على سبيل المثال بأن دولة سلطنة عمان هي دائما تلعب دورا توسطيا لأن جيران إيران يفهمون بشكل جيد خطورة التصعيد حول هذه الدولة ولها وزن في منطقة الشرق الأوسط فالآن الوضع ما زال خطر وأخطر من ذلك أن أمريكا ما زالت تستخدم العقوبات كأسلحة يعني هل نتوقع في هذه الحالة تنازلات إيرانية للوصول إلى اتفاق أنا زرت إيران بضعة مرات وكما أفهم طبيعة شخص إيراني بالعكس مثل هذا الضغط الأمريكي ممكن أن تؤدي لنتائج سليبية مع إيران أحسن أن نختار أسلوب آخر وتوقيع اتفاقية إيران النووية كانت في إطار هذه الأسليب أما الآن فالضغط الأمريكي ممكن أن يؤدي للتصعيد الأكثر في المنطقة تمام أستاذ يوسف بماذا تفسر تمسك الأوروبيين بالاتفاق النووي وبقائهم عليه رغم انسحاب واشنطن يعني كيف يمكن الحفاظ على اتفاق انسحب منه أحد أهم أطرافه من مصلحة الأوروبيين الحفاظ على الوضع القائم في الشرق الأوسط وتفادي تأجيج الموقف رأينا أن الولايات المتحدة تنتقد إيران بشدة لمطالبتها أو لإعلانها الرغبة في القضاء على إسرائيل ومسحها من على خريطة العالم مثلا وتقول الولايات المتحدة أنها تضمن أمن إسرائيل بكل ما لديها من قوة وأسلحة وغيره أما بالنسبة للأوروبيين فهم يريدون ضمان الوضع القائم وضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط التي يوجد بها ما يكفي من النزاعات والمعارك في الوقت الحالي ولهذا يرغب الأوروبيين في مواصلة الوضع الراهن وتفادي أي تسعيدات ويريدون طبعا مواصلة التعاون الاقتصادي مع إيران فنرى أن إيران تشتري بعد رفع الوقوبات الأمريكية عنها والوقوبات الأممية وقعت عقودا مع شركة إيرباس للطائرات لأن أسطول إيران من الطائرات المدنية أسطول قديم وبالي وليس لديها قطع غيار وهذا يدر على الأوروبيين المزيد من الأموال لهذه الصفقات أما الولايات المتحدة فليست مهتمة بهذا وتريد تغليظ العقوبات على إيران وتقول أنها تريد تغيير النظام الحاكم في إيران نفسها طيب دكتور عماد عمليا في رأيك ما هي فرص قبول إيران بالشروط الأمريكية لإعادة التفاوض حول الملفات الخلافية في ظل دعم روسيا وأوروبا والصين لاستمرار الاتفاق أولا الموقف الأوروبي يرى من وجهة النظر الأمريكي أنه موقف ملتبس ورخب وضعيف جدا في الوقت الذي تخر فيه الدول الأوروبية أو خاصة الترويكة الموقعة على الاتفاق النووي بتمسكها بهذا الاتفاق ولكنها تغد الطرف على خطورة برنامج إيران للسواريخ النووية هذا تناقض يراه الجانب الأمريكي هذه نقطة وشهدنا في مجلس الأمن اجتماعا قبل عدة أيام وقدم فيه وزير الخارجية بومبيو تقريرا وافيا شاملا وطلب الحلفاء الأوروبيين بالانضمام إلى الولايات المتحدة في موقفها الصارم من برنامج السواريخ هذه نقطة فيما يتعلق بإيران لم تبدو حتى الآن أي إشارة من النظام الإيراني على تقديم أي تنازلات وصارت شائعات وتكاهنات بأن هناك وساطات قد تكون قائمة وزعم البعض أيضا أن هناك دور عماني أهم جدا لأن عمان ترتبط بعلاقات قوية مع كل الأطراف ولكن هذا لم يسفر عن شيء حتى الآن أعتقد أن إيران تراهن على عامل الوقت على أن رئيس ترامب أمامه عامين أو أقل في سدة الرئاسة ومن المحتمل أن يأتي رئيس ديمقراطي ومن ثم فهي ليست في عجلة من أمرها وتعتقد أن بإمكانها السمود أمام تداعيات العقوبات الاقتصادية ولكن من ناحية أخرى أمريكا تراهن على الشارع الإيراني بل إن هناك من هم في داخل الإدارة الأمريكية من يراهنون على سقوط النظام خاصة أشخاص مثل جون بولتو المستشار الأمن القومي الذي دعا إلى ذلك صراحة ولا يخفي البعض أنه كد تكون هذه أجندة خفية للولايات المتحدة للخلاصة والنظام عن طريق ورثمت العقوبات الاقتصادية أن بعد انتهاء فترة دونالد ترامب سيعود سريان الاتفاق النووي الإيراني مثل ما كان هذا يتوقف على من يأتي إلى البيت الأبيل إذا كان رئيسا رئيس ديمقراطي فالاحتمالات واردة بالطبع أن يعيد إحياء ذلك لأن هذا إرث الديمقراطيين وإرث الرئيس أوباما لكن غير مؤكد هذا رهان خطير جدا من قبل إيران قد لا تستطيع سمود لمدة عامين تحت وقع هذه العقوبات التي بالمناسبة ستشتد بعد انتهاء فترة التسعين يوما والتي سيصل فيها تصل فيها صادرات النفط الإيراني إلى مستوى صفر كما صرح وزير الخارجية الأمريكية قد يكون من الصعب على إيران السمود أمام كل هذه العقوبات ننتقل إلى المحور الرابع عن كوريا الشمالية على عكس التصعيد مع إيران توصلت الإدارة الأمريكية لتفاهم مع كوريا الشمالية حول برامجها النووية توجت بقمة وصفت بالتاريخية في سنغافورة بين زعيمي البلدين في شهر يونيو الماضي دكتور عماد لماذا سعد ترامب للاتفاق مع كوريا الشمالية وصعد مع إيران هذا سؤال جيد جدا أولا ما تريده كوريا الشمالية هو بالفعل ما حصلت عليه إيران من الاتفاق النووي انفتاح اقتصادي ورفع للعقوبات الأمريكية والدولية ومن ثم عادة انتعاش الاقتصاد الإيراني والعودة إلى الحاضنة الدولية هذا ما تريده كوريا الشمالية في المقام الأول كوريا الشمالية تريد مقابل وقفها لبرنامجها النووي وهو ما لم يحدث حتى الآن أن تفتح أبوابها للعالم وتخرج من هذه العزلة المستمرة لأكثر من ستين عاما ومن ثم تتدفق عليها الاستثمارات خاصة من قوة اقتصادية عملاقة مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية فضلا عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران الولايات المتحدة لأن إيران ليست دولة نووية بعد أما فيما يتعلق بكوريا الشمالية فهي دولة نووية وقد تم تحذير الرئيس ترامب أكثر من مرة أن أي مواجهة عسكرية قد تكون كاريتية وقد يزب ضحيتها ما لا يقل عن نصف مليون إنسان لأن كوريا الشمالية مدججة بالسلاح فيما يتعلق بإيران الولايات المتحدة أو الجمهورين تحديدا موقفهم صارم جدا وكاد يكون أيدولوجي من النظام الإيراني لأنه نظام ديني متزمت في المقام الأول طيب دكتور إلينا ألا تبدو بيونج يونج منزعجة متبرمة من عدم حصولها على ما يشجعها على المضي في مسألة نزع سلاحها النووي يعني ما الذي تحقق فعليا منذ قمة سنغافورة بين ترامب وكيم جونجوون قضية كوريا الشمالية لم تنحل بعد فهي ما زالت معلقة في الهواء دونالد ترامب هو ذكي جدا في بناء في بعض المناورات ولكن هل هو حل هذه القضية؟ لا فقط تم تجميد بعض البرامج في كوريا الشمالية والمسألة ليست حادة الآن مثل ما كانت في السابق ما ساعد على هذا النوع من تخفيف التوتر هو ليس فقط جهود أمريكا ولكن جهود دول أخرى روسيا أيضا معنية في تخفيف التوتر ولكن أنتم سألتم لماذا موقف أمريكا كذلك تجاه كوريا الشمالية ومختلف تماما تجاه إيران برأيه هناك تفسير آخر بالإضافة ما قاله زملائي أن الوضع الأقليمي حول كوريا الشمالية ومساعد كان على تخفيف التوتر لأن الكوريا الجنوبية هي لعبة دورا توسطيا مهما اليابان ليست لديها مصلحة كبيرة في التصعيد نفس الشيء شأن صين ودول أسيوية أخرى أما في منطقة الشرق الأوسط هناك حلفاء أمريكا المتعددين الذين يحلمون بمواجهة مع إيران وأنا أقصد بإسرائيل وأقصد بالمملكة العربية السعودية يمكن وبعض الدول أخرى نعم أستاذ يوسف هناك قمة ثانية متوقعة بين ترامب وكم خلال العام المقبل هل نتوقع أن تشهد اتفاق نهائي حول البرامج النووية والصاروخية لبيونج يونج؟ كما قالت الدكتورة لنا أن أي شيء ممكن وأن أي شيء غير ممكن مع الرئيس ترامب الذي لا يمكن التنبؤ بما سيفعل في الخطوة القادمة فرأينا كيف توصل إلى عقد هذه القمة مع رئيس زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة في منتصف هذا العام وكانت مفاجأة كبيرة للعديدين من المراقبين السيسيين ولم يتوقع العديد من الساسة في العالم أيضا فقد يلتقي الزعيمان في العام القادم وقد لا يلتقي لأن الرئيس ترامب يطرح المطالبات التي تختلف بين الفينة والأخرى من كوريا الشمالية من نزع السلاح النووي من وقف إجراء تجارب نووية من وقف إجراء تجارب ساروخية على الصواريخ الباليستية فالوضع يتغير بين اليوم واليوم الآخر على حسب ما يقوم به الزعيمان الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية فرأينا كيف قام زعيم كوريا الشمالية بوقف إجراء التجارب النووية ولكنه أجرى بعض التجارب الساروخية بعد ذلك فالوضع غير مستقر ولا يمكن التنبؤ به إلى هذا المدى البعيد في العام القادم نعم انتقالا إلى المحور الخامس عن حرب السياسة وغطاء التجارة بين الولايات المتحدة والصين فقد اتفق الرئيسان الأمريكي والصيني خلال قمة العشرين على هدنة مؤقتة وعدم تصعيد حرب الرسوم التجارية بين البلدين حرب الرسوم بين واشنطن وبكين على واردات كل منهما للأخرى أطلقت حرب تجارية بين العملاقين الاقتصاديين حذر مراقبون من تداعياتها على الاقتصاد العالمي ومبادئ التجارة الحرة دكتورة إلينا الحرب التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة إضافة لأبعادها التجارية والاقتصادية هل هي أيضا محاولة أمريكية لكبح النهوض الصيني السياسي العسكري التكنولوجي؟ نعم بالتأكيد أمريكا تفهم بأن الوضع العالمي هو غير مستقر التنافس التجاري والاقتصادي وأصبح شديد جدا ودولة صين هي منافس أساسي لاقتصاد أمريكا ونفوذها في العالم فمثل ما تستخدم أمريكا العقوبات ضد روسيا كنوع من الأسلحة السياسية فنفس الشيء شأن صين أمريكا تهدد باتخاذ خطوات مشابهة باتخاذ العقوبات أيضا فالتأجيل الحالي لمدة ثلاثة أشهر هو ليس حل أيضا هي خطوة موقعة قد تؤدي لبعض التفاهمات ولكنني أعتقد بأنه للأسف لابد من التصعيد اللاحق لأن الاقتصاد الصيني سيستمر في النمو نعم هذا النمو الآن بطيء قليلا وليس سريع مثل ما كان منذ بضعة سنوات ولكن على كل صين بحاجة لتوسيع أسواقها وصين ستستمر في هذا الشيء وأمريكا ستستمر في محاولات كمحة هذا التوجه الصيني واضح دكتور عماد سياسة الحماية الاقتصادية للإدارة الأمريكية ضربت عرض الحائط بأسس التجارة الحرة تهدد مبادئ منظمة التجارة العالمية ما هي التداعيات على الاقتصاد العالمي؟ أولا فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لا يجب إخفاء العامل مهم جدا إلى جانب ما أشارت إليه دكتورة سوكولينا فيما يتعلق بمسألة المنافسة المتصاعدة من خبل الصين هناك خلل في ميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين وأمريكا تسعى لإعادة التوازن لهذا الخلل وفي محادثات سابقة أقرت الصين بالفعل بأنها ستقوم باستيراد بضائع أمريكية أكثر من المنتجات الزراعية ومن منتجات الطاقة إلى آخرين المحادثات الجارية بين الطرفين حتى الآن تبشر بنتائج إيجابية الصين لو لاحظنا في خطاب الرئيس الصيني قبل يومين بمناسبة أربعين عاما على انفتاح الصين اقتصاديا أشار إلى أن هناك درجات أخرى من الانفتاح ستقوم بها الصين وهذه هي إحدى الاتهامات الموجهة أمريكيا للصين أنها تتلاعب بمسألة العملة بحيث تحافظ عليها منقفضة القيمة حتى تزيد من صادراتها وأيضا أن هناك إجراءات حماية تتخذها الصين على النقيد مما تزعمه فيما يتعلق بمسألة الانفتاح الاقتصادي ولكن ما أشرت إليه أنت صحيح تماما أن الولايات المتحدة أنفقت القرن الماضي كله تحاضر العالم في فوائد اقتصاد السوق والانفتاح وضد الحماية حاليا أمريكا تتراجع عن ذلك وتحاول اللجوء إلى الحماية وهذا ما يهدد بالفعل التجارة العالمية ويهدد فكرة العلمة أصلا ولكن هناك طيارات أخرى كثيرة ليس فقط في أمريكا ضد فكرة العلمة إذن في ظل هذه المعطيات أستاذ يوسف أستاذ يوسف هل من الممكن تشكل عالم جديد لمواجهة الهيمنة الأمريكية خاصة في ظل الحروب السياسية والتجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي تحت شعار أمريكا أولا حدث شيئا هذا الصباح أولهما أن رئيس جهاز الاستخبارات المضاد في الولايات المتحدة قال أن خطر الصين على الأمن القومي الأمريكي أكبر بكثير من خطر روسيا على الأمن القومي الأمريكي حيث قامت الصين ونشأت نهضتها الاقتصادية على سرقة الأسرار التجارية وقال أن أكثر من عشرين شخصا وشركة تم إدانتهم بتهمة سرقة الأسرار التجارية الأمريكية وهذا الرجل المهمته هي مقاومة هذه السرقات وقال أن هذا المجهود يعد جزءا من مواصلة الضغوط الأمريكية على الصين من الناحية التجارية ولتحسين الوضع التجاري بين البلدين أما شيء الآخر فهو أن شركة بيانات إنترنت قامت باكتشاف أن تولع الثلاث أعوام الماضية تم قام هاكرز أو مخترقون للاتصالات الدبلوماسية الأوروبية بالكشف عن مراسلات دبلوماسية ومن إحدى هذه الرسائل الدبلوماسية قيام الرئيس الصيني شيء بقول مع بعض المسؤولين الأوروبيين أنه مستعد لمواجهة أي حرب تجارية مع الولايات المتحدة مهما كانت العواقب على العالم أجمع دكتورة إلينا هناك تحديات واضحة على مستوى العالم وأيضا هناك تهميش واضح لدور الأمم المتحدة في حل النزاعات ما خطورة إضعاف المنظمة الدولية كضامن للأمن والاستقرار في العالم في رأيك والله وضع خطر جدا لأن النظام العالمي القديم يبدو لا يتناسب مع هذه التغييرات السريعة ودونالد ترامب هو أول من يساعد على التدمير النظام العالمي السابق ولكن المشكلة أن أمريكا تتسرع الآن في هذا الشيء ودونالد ترامب لا يطرح بدائل فما هو النظام العالمي الجديد فما هي توازنات مستقبلية فأمريكا لا تجاوب على مثل هذه الأسئلة أنا أتذكر أنه منذ أكثر من سنة كان في تقرير حتى جزء منه تم نشره تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مستقبل العالم القريب وكانت عدة سيناريوهات في هذا التقرير منها سيناريو التعاون الدولي لإيجاد حلول لهذه المشاكل المتصاعدة ولكن ما بين السيناريوهات أيضا كان سيناريو سي جدا وهو مزيد من التصعيد ومزيد من المشاكل ومزيد من الحروب حتى لسمح الله أكيد روسيا لا تريد هذا الشيء أبدا ولكن المشكلة الآن ماذا تريده أمريكا ولكن من الأمور الملفتة دكتور عماد انحسار ملحوظ لدور الجماعات المسلحة والإرهابية حول العالم هل سيستمر هذا التراجع هذه مسألة هامة جدا فعلا هناك تراجع كبير في العمليات الإرهابية أو نشاط الإرهابيين ولكن هذا مرتبط بحل الشراعات المعقدة وخاصة تلك في الشرق الأوسط أعتقد أنه لا توجد حتى الآن بوادر جيدة لذلك وإن كنا قد رأينا على جبهتين مختلفتين نوع من الانفراغ في الأزمات أولا الجبهة اليمن حيث جلس الأطراف المتخاصمة للمرة الأولى في السويد وبدأت عمليات تهدئة وعمليات وقف الإطلاق النار بغية الوصول إلى حل السياسي ربما يتم مناقشته في اللقاء القادم هناك أيضا ما حدث مؤخرا في أفغانستان من اجتماع هو الأول من نوعه بين حركة طالبان وممثل الحكومة الأفغانية برعاية أمريكية باكستانية سعودية إماراتية في أموزابي وهناك أيضا احتمالات لاجتماعات أخرى تحلح لهذه الحرب المستمرة وهي الأطول في تاريخ أمريكا بسبعة عشر عاما وبنفس التوقيت المأساة الإنسانية المتجددة في اليمن بسبب الحرب الدروس الدائرة هناك أستاذ يوسف هذا العام شهد استمرار صعود اليمين المتطرف والحركات الشعبوية في أوروبا وفي الولايات المتحدة ما هي دلالات ذلك؟ دلالات كثيرة منذ بداية الأزمة السورية وخروج الملايين من السوريين باتجاه أوروبا كمهاجرين بعضهم قسم كبير منهم كمهاجرين غير شرائيين وقامت ألمانيا بزعامة أنجلا ميركل باستقبال أكثر من مليون مهاجر سوري وأدى هذا أسمعها العفو وأدى هذا إلى قيام بعض الطيارات اليمينية المتطرفة في ألمانيا وغيرها من دول أوروبية بمعارضة استقبال هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين والقول بأن هذا يغير التكون الديمغرافي في هذه الدول وقيام هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين بتغيير طبيعة هذه البلاد وبعض القرى والمدن التي نزحوا إليها وبالتأكيد يؤثر على اقتصاد هذه الدول أيضا فقامت مثلا بريطانيا بتحديد أعداد السوريين المهاجرين إليها على مدى ثلاث سنوات استقبلت تقريبا عشر آلاف مهاجر سوري لتحجيم هذا الدور ورأينا كيف أدى موضوع الهجرة في بريطانيا إلى قيام هذا الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي للتحكم في أعداد المهاجرين الذين يصلوا إليها مثلا ورأينا نفس الوضع في فرنسا وبعض الاعتداءات الأحادية على مهاجرين وحدثت كذلك في ألمانيا وخصيصا في مدينة كولون وغيرها وهناك بعض اليمينيون المترفون هل تتوقع تصاعد دور اليمين وأيضا في أوروبا وفي أوليات المتحدة هذا الدور مرشح فعلا للتعاظم فرأينا كيف حدث في إيطاليا مثلا جاءت حكومة يمينية ووزير داخليتها شخص يميني متطرف مثلا قال أنه لا بد من القضاء على هذه الهجرة من الشرق الأوسط إلى أوروبا التي تهدف إلى تغيير طبيعة أوروبا من حكم البيض مثلا إلى وصول هذه الأعداد الكبيرة من مهاجرين الذين لا ينتمون إلى أوروبا ولا يتحدثون أي من لغاتها أو دينها وهكذا مستمر في بعض الدول الأخرى فرأينا ذلك أيضا في ألمانيا رأيناه في البرتغال رأيناه في اسكندنافيا وخصوصا السويد وخصوصا عندما يقوم بعض هؤلاء المهاجرين بهجمات واعتداءات إرهابية على هذه البلاد نعم شكرا لك الأستاذ يوسف بهذا نكون مشاهدين وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من ملف الأسبوع أشكر ضيوفي أشكر ضيفي من لندن الأستاذ يوسف طه المحلل السياسي والدكتورة إلينا سوبونينا مستشارة معهد الدراسات الاستراتيجية في روسيا ومن واشنطن الدكتور عماد عبد الهادي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي شكرا جزيلا لكم مشاهدين نلقاكم الأسبوع المقبل مع ملف آخر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر